مرحبا المتشبعين الكرام أهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب دوتكم لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد إن شاء الله هذه أبرز العنوي الصحفي المصري عمرو أديب يخرج بتصريح أسطوري وتاريخي لأول مرة على المنتخب المغريبي بعد فوزيه على المنتخب البلجيكي عميد المنتخب المغريبي رومان سايس في التشكيل الميتالي للجولة التالية من مجموعات الموندية القطر 2022 أسهم حكيم زياش ترتفع بعد تألقه مع الأسود الأطلس في موندية القطر أربع سيناريوهات مديرة لتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى الدور الثاني إصابة لاعب خط الوسط للمنتخب الوطني المغربي تربك حسابات ويد الرقرقي والطاقم الطبي قبل المواجهة الأخيرة ضد المنتخب الكندي الصحفي المصر عمرو أديب يخرج بتصريح أسطورها للمنتخب المغريبي بعد فوزيه على المنتخب البلجيكي أثناء الإعلام المصري عمرو أديب على أداء المنتخب الوطني المغربي أما مناظره المنتخب البلجيكي بعد انتصار الأسود الأطلس بهدفين نظيفين لحساب الجولة الثانية من كأس العالم قطر 2022 وقال الإعلام المصري في أول تعليق له على فوز أسود الأطلس المنتخب المغربي فخر لنا لقد لعبوا برجول اللاعبون لديهم مهارات فردية غير طبيعية وقدرات في نقل كرة والمرغوغات والجري وأضاف الصحفي الإعلام قائل أنه ظهر المنتخب البلجيكي عجوزا هريما أمام أسود الأطلس بلجيكا كانت في حالة دول ولم يتوقع هذا المستوى من المنتخب المغربي واختتم حديثه بالقول المغرب أسعدنا كثيرا ونتمنى أن نرى فريقا عربي آخر تتجاوز هذه المنتخبات الكبيرة رومانسيس عمد لمنتخب الوطني المغربي في التشكيل الميتالي للجولة الثانية من دور المجموعة منذ القطر 2022 كشف موقع سوفا سكور عن التشكيل الميتالي للجولة الثانية من نهايتك أسنعنا من مقام بقطار إلى غاية 18 دوجنبير وضمان التشكيل الميتالي للجولة الثانية تواجد المدافع لمنتخب الوطني المغربي رومانسيس والذي جمع 8 نقاط بعد المستوى والمجهودات التي قدمها رفقة أسود الأطلس ضد المنتخب البلجيكي وجاءت في التشكيلة ثلاثة لاعبين أفارقة وهم الغاني محمد قدوس بـ 8.2 والكاميروني أبو بكر بـ 8.5 واخوان كارلوس بـ 8.2 أسهم النجم المغربي حكيم زياشة ترتفع بعد تألقه مع أسود الأطلس في منطقة قطر ارتفعت أسهم الدولي المغربي حكيم زياشة لاعب تشيلسي الإنجليزي بعد تألقه مع المنتخب الوطني المغربي في نهائية كأسل عام قطر 2022 وأبان لاعب تشيلسي الإنجليزي المستويات كبيرة مع المنتخب الوطني المغربي في المبارايته أمام كل من المنتخب الكرواتي والمنتخب البلجيكي كما حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب ضد نظيره المنتخب البلجيكي وما جعله يلفت انتباه الأندية الأوروبية من جديد ومن شأنه تألق حكيم زياشة في منذ القطر مع المنتخب بلديه أن يجلب له عروضا جديدة في الميركات الشتوى القادمة من أجل الرحيل عن تشيلسي والانضمام إلى فارق جديد حيث كانت قد أبرزت المصادر إلى أن اللاعب حكيم زياشة فقد أمى في الحصول على فرصة لإتباه قدراته بقميس تشيلسي ويتطلع أيضا إلى الانتقال إلى نادي جديد بعد التعادل في الجولة الأولى أمام المنتخب الكرواتي بسفر لمثلها والفوزه في الجولة الثانية أمام المنتخب البلجيكي بهدف لسفر أصبح المنتخب الوطني المغربي يملك حضوضا كبير في التأهل للدور الثاني لنهائية كأس العالم قطر 2022 في انتظار مبارته الأخيرة أمام المنتخب الكندي في الجولة الثالثة وأيضا مباراة كرواتي وبلجيكا ويحتل المنتخب الوطني المغربي حاليا المركز الثاني في المجموعة السادسة برسيد أربعة نقاط وهو الرسيداته للمنتخب الكرواتي المحتل للمركز الأول بينما المنتخب البلجيكي يحتل المركز الثالث بثلاث نقاط وكندا تحتل المركز الأخير بسفر نقطة وفي هذا الصياق نقدم لكم أربع سيناريوهات محتملة لتأهل المنتخب الوطني المغربي للدور الثاني لنهائية كأس العالم السيناريو الأول في حالة فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيري الكندي في الجولة الثالثة فإنه سيتأهل مباشرة إلى الدور الثاني بغض نظر عن نتيجة المباراة كرواتيا وكندا والسيناريو الثاني تعاد المغرب أمام كندا بأي نتيجة يؤهل المنتخب المغربي مباشرة إلى الدور الثاني بغض نظر عن نتيجة المباراة كرواتيا وبلجيكا بحكم أن النخب الوطني في حاجة إلى نقطة واحدة والسيناريو الثالث في حالة هزيمة المنتخب المغربي أمام الكندية بأي نتيجة قد يتأهل المنتخب المغربي للدور الثاني لكن فقط في حالة فوز كرواتي على بلجيكا والسيناريو الرابع يمكن للمنتخب الوطني المغربي التأهل للدور الثاني في حالة هزيمته أمام كندا وتعادل بلجيكا وكرواتيا لكن فقط في حالة كانت الهزيمة أمام الكندا بهدف أو هدفين اتنين أما في حالة الهزيمة بثلاث أهداف أو أكثر فتتأهل بلجيكا برصيد أربعة نقاط وكرواتيا برصيد خمسة نقاط والجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد حدد النظام التأهل للضوء الثاني في منذ القطر وأشر إلى أنه في حالة تعادل في عدد النقاط يتم اللجوء أولا إلى فارق الأهداف وتانيا إلى عدد الأهداف المسجلة وإذا استمر التعدل يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة إصابة لاعب خطل وسط المنتخب الوطني المغربي تربيك حسابات وليد الرقرق والطاقم الطبي قبل المواجهة الأخيرة أمام المنتخب الكندي استعان سليم أملاح لاعب المنتخب المغربي لكرة القدمة بكيستلج بعد الحصة التدريبية التي خضها الأسود يوم أمس الاثنين وأظهر أملاح قبل نهاية الحصة واضعا كيستلج على عضالة الخلفية لفخده يقبل ألم الناتجة عن الإصابة التي جعلته يغادر لمباراتهم أمام المنتخب البلجيكي واقشرح الطاقم الطبي للمنتخب الوطني بالتشاور مع وليد الرقرقية إخضاع سليم أملاح لفحوصات طبية إضافية من أجل تحديد وضعيته قبل المبارات التي سيجريها المنتخب المغربي أمام نظيره المنتخب الكندي ويشار إلى أن وليد الرقرقية اعتمد على سليم أملاح كأساسي في المباراتين السابقتين ضد كل من المنتخب الكرواتي والمنتخب البلجيكي باعتباره واحد من الركائز الأساسية للمنتخب الوطني المغربي شكرا على حسن المشاهدة لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس ليس لك كل جديد إن شاء الله شكرا على المشاهدة